الكلام في الدستور مازال مستمر الكلام في الدستور على مستوى الشعبي حتى مازال مستمر وآخر الخلافات أو آخر المواد الجدلية جدا في الدستور هو وضع هيئة النيابة الإدارية في الدستور الجديد وأيضا وده اللي بيودينا للسلطة القضائية وهل في إعادة تعريف للسلطة القضائية ومن هم المعنيين بهذه السلطة وما هي أصل السلطة القضائية وده كله هيتحدث في الدستور الجديد ده رح عرفه دلوقتي وبنوارنا سيادة المستشار محمد سمير أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري سبع الخير أهلا بحضرتك طول الوقت فيه خلافات وطول الوقت فيه مشحنات ما بين أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور وأخيرها اللي عايزين نعرفه من حراك النهاردة إيه الأزمة اللي حصلة ما بين اللجنتين لجنة الصياغة ولجنة نظام الحكم في ما بين أعضاء اللجنة التأسيسية تمام بسم الله الرحمن الرحيم هو عشان نعرف الأصل الأزمة نعرف الجماعية التأسيسية بتشتغل إزاي جماعية التأسيسية عبارة عن المفروض أن هما ميد فرد اتقسموا إلى لجان نوعية ولجنة صياغة اللجنة النوعية تقسمت إلى لجان كبرى زي لجنة نظام الحكم لجنة نظام الحكم اللي بندرك تحتيها أكثر من لجنة من ضمنها لجنة السلطة القضائية اللجنة دي كانت معنية بتعديل أو تغيير أو ما تراه من تشريعات أو من نصوص للمواد الدستورية تتفق وضمان استقلال السلطة القضائية والهيئات القضائية انتهت اللجنة دي من عملها ووضعت التصور بتاعها وفقا إلى ما انتهوا إليه سواء بالنسبة للقضاء العادي أو مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية أو النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ورفع هذا المقترح بالنصوص إلى لجنة الصياغة كان من المفروض كما حدث في بقية جميع اللجنة النوعية أن لجنة الصياغة بتراجع الصياغة وبتطرح المواد إلى التصويت على الجماعية العامة لجنة الصياغة عملت تصرف غريب جدا قام رئيس لجنة الصياغة وهو سيادة المستشار حسام الغرياني رئيس الجماعية التأسيسية بإعادة النصوص مرة أخرى وتشكيل لجنة السوداسية لإعادة فحص النصوص مرة أخرى رغم أن كان المفروض أن لجنة الصياغة فور انتهاء لجنة نظام الحكم مجرد أنها بتصيغ في شكل قانوني وتحيلها إلى الجماعية العامة اللجنة السوداسية التي شكلها سيادة المستشار حسام الغرياني لم تعمل أصلاً بل على العكس تم حلها بعد ذلك وفجينا وفجأ الجميع بأن اللجنة الصياغة بتعيد إلى لجنة نظام الحكم المقترحات بتاعتها بعدما تم حفف النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لجنة نظام الحكم طبعاً لم يعجبها هذا الكلام على الاعتبار أن ده عملها واختصصها الأصيل فحدثت من هنا المشكلة أو الكونفليكت اللي حصل بين الاثنين طيب إيه سبب القصة دي؟ دي لها سبب تاريخي واضح جداً عشان نعرف بس ليه النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لابد من وضعهم في الدستور لازم نعرف الوضع قبل كده كان عمل إزاي؟ الوضع قبل كده كان فيه عندنا في الدستور مادة اسمها المادة 167 هذه المادة كانت بتحيل إلى المشرع العادي سلطة إصدار هيئات قضايا بمعنى أننا كان عندنا في الدستور مذكور الهيئات القضايا القضاء العادي ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والمشرع العادي أصدر قوانين النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة كهيئات قضايا المستقلة دلوقتي إحنا بنتكلم عن ما بعد ثورة 25 يناير بنتكلم عن حاجتين مهمين جداً بنتكلم عن ضمانة استقلال السلطة القضائية وبنتكلم عن مجافحة الفساد ضمانة استقلال السلطة القضائية بلابد أن تكون السلطة القضائية بمنأة عن السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية لأن في عندنا مبدأ دستوري مهم جداً يعرف أسازة القانون الدستوري وهو مبدأ الفصل بين السلطة كويس يبقى أنا لا يجوز للمشرع العادي أن يتدخل في عمل السلطة القضائية يبقى ما أقدرش أخلي المشرع العادي يحدد الهيئات القضائية فلابد أن المادة دي كانت تحذف البديل بالنسبة لي لما تحذف أن أضع الهيئات القضائية على سبيل التحديد والحصر في الدستور كل هذا جميل جدا المادة تم حسفها ولكن في وجهنا ساعة وضع الدستور بأنه يتم القول بأن لا مش هنضع النيابة الإدارية هو قضاء الدولة طب أنا منين بقول استقلال ومنين لا يتم وضعهم في الدستور منين بقول مكافحة الفساد وهي الهيئة القضائية الوحيدة في مصر المعنية بمكافحة الفساد الإداري في الجهاز الإداري للدولة بقلت اختصاتها هل تم طرح بديل لهذه الهيئة أو الشكل آخر لهذه الهيئة أو مسمى حتى تاني ولا تم إلغاء هذه الهيئة بمبادئها بفكرتها من الدستور بشكل نهائي جميل هو حتى ما تمش لا طرح بديل ولا الإلغاء هو تم إيه لا إحنا مش نحطها في باب السلطة القضائية ومش نحطها في الدستور طيب لما أنا مش حطها في باب السلطة القضائية ولا الدستور والمشرع العادي لا يملك إصدار هيئات قضائية طبيعة الهيئة بشكلها إيه؟ لازم نعرف حاجة مهمة جدا أن مصر في سنة 2005 صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة الـ UNCCC المعنية بمكافحة الفساد الاتفاقية دي بتلزم الدول الموقعة والمصدقة عليها بضرورة وجود جهاز قضائي يضمن الاستقلال التام ويعنى بمكافحة الفساد بالكامل دفع 2005 دفع 2005 مصدقين عليها من 2005 وكانت ابتدت الحكومة في أيام النظام السابق تأخذ بعض الخطوات وإن كانت الخطوات الشكلية إلا أنها كانت ابتدت في اتجاه إلى مكافحة الفساد ولا سوريا لما نتكلم بعد ثورة 25 ناير وعايزة كافح الفساد وعندي هيئة قضائية معنية بمكافحة الفساد أنا عندي اختصاصات النيابة الإدارية تقلصت من عهد النظام السابق لأسباب كثيرة جدا بدأت طبعا بالفساد المستشري ثم صدور قانون قطاع الأعمال الذي أخرج أغلب شركات الحكومة من ولاية النيابة الإدارية فلنا أن نتصور أن الجهات الإدارية عشان أنا أحقق مع موظف في شركة لابد أن يبلغ فيه رئيسه طب إذا لم يبلغ رئيس الشركة أو الوزير الذي من الممكن أن يكون فاسدا يبقى ساعدها أنا مش أقدر أحقق إحنا كان بيجينا مواطنين يقدموا شكاوة وفيها حجم فساد مهول ولا أستطيع تحقيقه لأن القانون يمنعني من تحقيق قانون قطاع الأعمال اللي صدق قضايا الفساد المالي والإدارية بالضبط إيه اللي هيترتب لما ضع النيابة الإدارية في الدستور هيترتب أنها هتاخد حصانة دستورية بمعنى الترتيب التشريعي عندنا في القوانين هو الدستور الأعلى مرتبة يليه القوانين ثم اللوائح ثم دون دخول في تفاصيلات كثيرة إذا تعرض الدستور مع القانون لابد من تطبيق الدستور قبل كده كانت النيابة الإدارية منشأة بقانون عادي فأي قانون عادي ممكن يصدر يسلوبها اختصاصاتها إنما لما هضعها في الدستور يبقى هضما لها أنها تكافح الفساد ولو صدر قانون مخالف لو افترضنا في وقت من الأوقات إن مجل الشعب أصدر قانون فاسد لن ينطبق لأنه سيتعرض مع الدستور وقتها وحينها سيطبق الدستور وهو الأقوى يبقى أنا بحط دي ضمانة للمجتمع وضمانة للأفراد أنا عايز أحمي المواطن اللي بيتعامل مع الموظف الفاسد عايز أحمي الموظف الشريف اللي بيتعامل مع رئيس فاسد لما دي تبقى رسالتي ودي تبقى حياتي يبقى لابد وكان صدمة غريبة جدا أن الجمعية التأساسية لدستور مصر ما بعد الثورة اللي هي قامت بالأساس لمكافحة الفساد بيقلص أو عايز يحجب هيئة هي شغلها الشغل هل في تبرير لده؟ هل في أي مبرر قضائل ده؟ كويس لابد أن نعلم أن سنة 2000 النيابة الإدارية وضمن الأهيئات القضائية الأخرى وضمن القضاء العادي وقضايا الدولة ومجلس الدولة أشرفت على الانتخابات التشعيلة ونفتكر كان في حكم طلع المحكمة الدستورية بضرورة الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات فأشرفت جميع الجهات القضاء والهيئات القضائية على الانتخابات قدم طعن نظره المستشار حسام الغرياني تحديدا وحكم في سنة 2003 بقبول الطعن على اعتبار أن النيابة الإدارية وهاية قضاء الدولة ليست من السلطة القضائية بالمخالفة للنصوص المواد بتاعت القانون بتاعته لما صدر هذا الحكم تم رفع الأمر لمحكمة الدستورية لأنها الوحيدة المعنية بالنظر في مدى صحة هذا الطعن من عدم لأنها كانت بتفسر مادة دستورية اللي كانت بتقول أن يجري الانتخاب تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية محكمة الدستورية انتهت بحكمها إلى أن النيابة الإدارية وهاية قضاء الدولة هم من الهيئات القضائية وإشرافهم على الانتخابات صحيحة قانونة فده من الواضح أنه توجه أو فكر شخصي لرئيس الجمعية التأسيسية لما نيجي بعد كده هو رئيس الجمعية التأسيسية دلوقتي من البديه ومن الطبيع أن يكون هذا فكره وإذا كان هذا فكره فلابد أن نحترم حق الاختلاف ولكن بشرط بيني وبينه القانون وبينه الدستور وبينه وبينه رأي الشعب وممثليه في الجمعية التأسيسية فلما تكون لجنة نظام الحكم وهي ممثلة الشعب انتهت إلى ضرورة وجود هذه الهيئة كهيئة قضائية كان لا يجوز له أن يتدخل بإرادته المنفردة وهو قاضي ويعلم أن التجرد أحد أهم سمات القاضي ويعيد الموضوع بناء على وجهة النظر الشعب هل عموما أعضاء اللجنة تأسيسية للدستور ليهم الحق في إلغاء بنود أو تعديل بنود نحن نعتبرها مثلا بنود أساسية هل ليهم الحق في هذا وهل لو حصل واترحت للاستفتاء وتوافق عليها هنعمل إيه بالدستور بدون نصوص أساسية جميل يحق للجمعية الأساسية أن تضع ما ترى وتحذف ما تحذفه كل هذا جميل إنما لا يحق للجنة الصياغة يعني يحق كان للجنة نظام الحكم لو كانت شافت أن الهيئات دي لا ضرورة لها طب خلاص إحنا نضمهم على القضاء طب خلاص دول مش عايزينهم أوكي إنما إن إحنا ننتهي إلى وجودهم ثم تقوم لجنة الصياغة باستبعادهم هو ده الكلام اللي مش قانوني حضيك بتقولي لو انتهينا إلى دستور مهدل إحنا لا نريد لمصر سواء على مستوى السلطة قضائية أو غيرها أو شكل الدولة أو الحريات العامة نريد دستور يشعر في كل مواطن أن بلده يتقف على مسافة واحدة بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس أو العرق هذا اللي إحنا نريد دستور يحمي البلد من الفساد على فكرة الفساد موجود في كل حتة في العالم أنا سفرت أمريكا وشفت موجود ولكن في قوانين وفي انضباط وفي تطبيق للقانون على الكبير والصغير هذا اللي إحنا نقول لابد من مكافحة الفساد يبقى أقوي دور الجهات التي تتولى مكافحة الفساد لابد من ضمان الحريات العامة للأفراد لابد أن يحدث نوع من التوافق ما ينفعش أن فصيل واحد سواء كان الإسلاميين أو الليبراليين أو الاشتراكين مهما يكون يضع هو تصوره الشخصي للدستور سأتأكد من حداتك تانية لجنة الصياغة مختصة فقط إعادة صياغة البنودة التي تطرح عليها أو دورها إيه بالظبط كويس إيه هدف تشكيل لجنة الصياغة؟ اللجان النوعية في الجمعية التأسيسية هم ليسوا خبراء قانون ولكن دول موثلين الشعب كل واحد في يوم جاي موثل عن الشعب فهو يطرح فكرة ويقترح لها نصا قد يكون في هذا النص بعض العيوب القانونية يعني نحن عارفين أن القانون حرفي يعني يمكن الألف واللام والوو بتفرق في القانون فلضمان ضبط الصياغة بطريقة قانونية تقوم لجنة الصياغة بوضع هذه الفكرة وهذا النص في شكل قانوني سليم ده دور لجنة الصياغة فلا يجوز لها أنها تغير إرادة اللجنة لأن اللجنة دي مكونة من أعداد كبير جدا من الأعضاء اتفقوا 25 عضو على أن النصوص دي هي اللي تمشي يبقى كان لابد أن تطرح على الجمعية التأسيسية ولا أن تغيرها لجنة الصياغة طيب مستشار أحمد ميكي كان عنده اقتراح بشأن برضو وضع اللجنة للسلطة القضائية في الدستور ومكترح بشكل عب حيث تكلمنا أكثر عن هذا الاقتراح وأين وصل لفين ده كان فكرة موجودة عنده زمان وأنا لم أراها تطبيق أن يمكن في الجامعة التأسيسية كانت بخصوص دمج الهيئات القضائية في كان واحد الحقيقة الفكرة دي بتاخد بها الدول ذات النظام الأنجلوسكسون يعني زي الولايات المتحدة الأمريكية وزي إنجلترا بينما مصر أقرب إلى النظام الفرنسي النظام الفرنسي بياخد إلى حد ما تعدد في الهيئات القضائية عندهم مجلس الدولة عندهم قضاء عادي فحتة الدمج في كان واحد دي كانت ستبقى صعبة جدا خصوصا مع اختلاف الخبرات والتخصصات اللي موجودة فما أعتقدش أنها ستبقى محل تطبيق قوي إنما ده كنا بنتكلم عن الاستقلال فأنا أستعجب بدلا من أن يقوم المستشار حسام الغرياني بالوقوف حائلا دون ضمان استقلال الهيئات القضائية طب من ينغي منصب وزير العدل منصب وزير العدل أعتقد أن جميع من أول الثورة قلنا مع احترامي طبعا شخص المستشار ميكي وهو رجل كان أول قراراته نقل تبعية التفتيش القضاء إلى المجلس القضاء الأعلى وده قرار محترم جدا وبح صوت القضاء من أجله ولكن أنا أتكلم بصفة عامة منصب وزير العدل له وجودة له نحن مش محتاجين وزير العدل إذا كنت عايز أضمن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية دعم القضاء دعمه استقلالا أنا أتكلمش على التدعيم المادي أنا أتكلم على استقلال القضاء حتى يمارس دوره على أكمل وجه النيابة الإدارية كان عندي تفتيش لم يكن تابعا لوزارة العدل كان تفتيشا مستقلا تابع الهيئة عندي حط ضمانات لمنصب النائب العام ضع المطالب الثورة نصب عينيك الجمعية الأساسية دي لابد أن تضع إرادة الشعب ومطالب الثوار وما الذي قامت من أجله 25 هل ده حصل؟ نتمنى أن يحدث يعني إحنا الغاية دلوقتي أنا مقدرش أقول على الإطلاق لأن الجمعية فيها أعضاء محترمين جدا ولكن في بعض الأشخاص معرفش يعني هي نتيجة فكرة ما متسلطة عليهم فلا خلاص هو ده ما ينفعش في السياسة ما ينفعش وفي مصلحة مصر ما ينفعش على فكرة إذا كانت مصلحة مصر تقتضي إلغاء الهيئتين أصلا أنا أول واحد ينادي بذلك مصلحة عامة إذا كانت المصلحة تقتضي وجود جهاز قضائي كفء لمكافئة الفساد فأنا لابد أن نصر على أن يضمن هذا الجهاز جميع أوجه استقلاله ونقطة كمان أخيرة أن نيابة إدارية أشرفت على الانتخابات من سنة 2005 والشعب وشورة وانتخابات الرئاسة حتى انتخابات الرئاسة الماضية شهد لها الجميع بالكفاءة والنزاه بل أن بطلة كشف وقائع التزوير في الانتخابات كانت المستشارة نوها الزيني وهي بنت نيابة الإدارية طب قبل تشكيل أصلا أعضاء اللجنة التأساسية للدستور وقبل الخلافات التي تحصل ما بينهم طول الوقت على المصوص ومرة بيستبعدوا ومرة بيعودوا ومرة تانية كان فيه مشاكل مع قانون السلطة قضائية واستقلال القضاء هو مين اللي ممكن يبقى بيخالف أو مين اللي ممكن يبقى ضد استقلال القضاء في مصر عموما كويس ده كلام مظبوط وما اعتقدش أن أي إنسان عاقل أو سوي أو تهم مصلحة البلد أن يكون ضد استقلال القضاء بس المفهوم استقلال القضاء عنده إيه قد نتفق لفظا ونختلف معناه هل استقلال القضاء أننا أشيل الهيئات القضائية من الدستور ولا استقلال القضاء أني أضمن لكل الهيئات القضائية أداء دورها على أكمل وجه نحن عندنا كمان مشكلة في المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية دلوقتي إحنا عايزين نلغي الرقابة اللاحقة المحكمة الدستورية التي تعمل هي بيصدر قانون فبيطعن فيه أحد المواطنين أمام أحد المحاكم بأن هذا قانون غير دستوري يعني مثلا الدستور بيضمن حرية الحق في التنقل صدر قانون بتقييد حرية الحق في التنقل فبيطعن عليه بعدم الدستورية فالمحكمة الدستورية بتقضي عدم دستورية هذا القانون هم عايزين نلغي الرقابة اللاحقة يبقى أنا المفروض المحكمة هتراجعه قبل ما مجل الشعب يقره لو مجل الشعب أقره لا يجوز لحد يطعم بعدم دستريته أنا عملت هنا مشكلة أني خليت القانون يتساوى مع الدستور لأنه بمجرد صدوره بقى زيه زي الدستور مش هادرات عن عليه وده غلط أغلب دول العالم ما بتاخدش بالنظام ده بالعكس بتاخد بنظام الرقابة اللاحقة فعندنا مشاكل كتير في باب السلطة القضائية أتمنى أن يتم الاحتواءها والانتهاء منها لأن مش من مصلحة حد أن يحدث فتنة بين الهقات القضائية أو أن تحدث مشاكل أكثر مما هو حادث بالفعل رأي حدك يا فندم في تصريح دكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم بالجماعية التأساسية لوضع الدستور والذي قال أن الدستور الجديد بيقلس 60% من حجم صلاحيات الرئيس المقرر حسب دستور 71 تمام طبعا دكتور جمال جبريل غني عن التعريف وفعلا هو النصوص المقترحة في العديد من السلطات سيتم سحبها من رئيس الدولة بس يهمني في الأول في الآخر عرف شكل الدولة يبقى هل هنتفق خلاص على الشكل البرلماني رئاسي ولا هتبقى دولة رئاسية بسلطات محدودة نكن لنا عايزين صراحة نعرف حيبا نحن عايزين نعرف شكلها فهو الغاية دلوقتي إحنا مش قادرين نعرف إنما يبقى شيء جميل أن يتم تقليص الـ 60% دول بس راحوا المين وده المهم يعني الـ 60% دول أين ستذهب هذه الـ 60% هل إلى السلطة التشرعية هل إلى الشعب مين الذي سيتولى هذه الـ 60% تنظيم بالضبط يعني مرة تاني بشكر حريك جدا السيادة المستشار محمد سمير وأستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري ونورتنا مش سياف مشاهدينا وثائق وملفات سرية بقارة الصفارة الأمريكية أخيرا أن هي تترحى للرأي العام وتم نزولها في جريت الوطن تم ترجمتها ونزولها في جريت الوطن وفيها مفاجآت مثيرة جدا عن حرب أكتوبر هنعرف أكتر بس بعد الفاصل خليكم معا